ختم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني زيارة إلى بغداد بعد سلسلة مباحثات تجاهم مع رئاسات الأربع من دون التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول حصة الإقليم من الموازنة العامة المقرر إرسالها إلى البرلمان العراقي قريبا وتطالب بغداد سلطات الإقليم بأن تتسلم ملفي النفط والمنافذ الحدودية مقابل إقرار حصته من الموازنة والبالغة نسبتها 14% وللمزيد ينضم إلينا الآن من بغداد مرسلنا حيدر الأسدي وأيضا ينضم إلينا من أربيل مرسلنا هوا عزيز أهلا بكما دعني أبدأ معك هوا إذن لا حل نهائي بشأن حصة الإقليم من الموازنة العامة تفاصيل أكثر معك نعم داليا بداية ينبغي الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني إلى بغداد منذ تسنمه لرئاسة الحكومة هنا في الإقليم منذ قبل نحو أربع سنوات ولكن في كل زيارة تكون هناك حلول مؤقتة تدوم ربما لسنة وتنتهي أهميتها أو ينتهي مفعولها وثم يعاود الجانبان المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق ربما شامل أو نهائي ولكن حتى اللحظة ورغم صدور إشارات إيجابية من بغداد ومن أربيل بخصوص حدوث تقدم في المفاوضات بين الجانبين إلا أن الخبراء والمعنيين هنا يؤكدون بأن المفاوضات لم تنتهي إلى شيء يذكر سيما وأن بغداد تسر على تسليم ملف النفط وملف المنافذ الحدودية بشكل كامل إلى السلطات الاتحادية لقاء إقرار حصة الإقليم من الموازنة والبالغة 14% وهذا طبعا لن يحصل أو غاية لا تدرك غريبا في ظل تشابك مصالح إقليمية وتدخلات خارجية في الشأن الداخلي لإقليم كردستان وتحكماتها بملف النفط لذلك ربما ستكون هناك حلول مؤقتة كما جرى مع حكومة الكاظمي خلال العوام الماضية حيدر في ظل الإشارات الإيجابية بين الجانبين هل نتوقع جولة جديدة من المباحثات أيضا؟ نعم هذا الأمر متوقع أن تكون جولة جديدة من المباحثات خلال الأيام القليلة المقبلة أو على الأقل قبل عقد البرلمان لجلسته المخصصة لمناقشة الموازنة أو إقرار الموازنة ولكن الاجتماع الذي حصل كان اجتماعا فنيا بامتياز درس مختلف التفاصيل وكافة التفاصيل والمشاكل العالقة وهناك أشبه باتفاق بأن يكون هناك إطلاق لحصة إقليم كردستان داخل الموازنة على الأقل بشكل مؤقت وليس بشكل نهائي ولكن لا توجد خلافات حتى هذه اللحظة كبيرة تعرقل أو تشبك الأوضاع بين بغداد وأربيل بل أن الأمور بحثت على مختلف المستويات المنافذ الحدودية ووزارة المالية كل هذه التفاصيل المالية تم بحثها بين الرئيس الوزراء محمد شيع السوداني والسيد مسرور بارزاني وحضورهما الاجتماع يعني أن هذا الاجتماع يضع النقاط على الحروف وليست لجان ترفع توصيات ومن ثم يتم الموافقة عليها وإنما تم الاتفاق وجها لوجه وبشكل مباشر بأن يكون هناك حلا للمشاكل الكثير العالقة بين الجانبين وخصوصا الأمور المالية شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي كان معنا من بغداد والشكر موصول أيضا لمرسلنا هو عزيز كان معنا من أربيل